معنا من واشنطن مدير برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن ديمقراطيات ايكان اردمير اهلا وسلم بك استاذ اردمير معنا عبر سكانيوز عربية كيف نفسر هذه الخطوة الامريكية اليوم هل هي تعزيز نفوذ شرقي المتوسط هل هي معاقبة لتركيا أم الاثنان هناك موقفان أو حواران امريكيان اليوم مسؤولا امريكي اليوم قال ان الولايات المتحدة لا تأخذ موقفا مع حليفا في النيتو ضد اخر وطبعا هذا يضع الولايات المتحدة في موضع الوسيط بين الحليفين او كان يشجع هذا الموضع ولكن هذا الاسبوع نرى سيد كونفيو يزور للمرة ثانية اليونان في غضون عام رأينا حوارا مختلفا بما ان الولايات المتحدة تشجع فضل النزاع من دون الرجوع الى العنف وبالوسائل الدبلوماسية وهذا كان طبعا تصريحا ضد سياسة اردوغان في شرقي المتوسط وطبعا رأينا ايضا تعميق للتعاون بين واشنطن واثناء ويمكننا ان نرى ايضا هذا على انه دعما امريكيا لليونان وطبعا نضيف الى ذلك ما يحصل في قبرص الذي زارها بومبيو مؤخرا وقام برفع حظر الاسلح الذي كان امتدى لثلاثة وثلاثين عاما كانت تفردها الولايات المتحدة وهنا ايضا دعمت او عبرت عن الدعم لقبرص ولليونان يبدو اذا ان العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا تصبح اكثر توترا من العادة وهناك بعض الاسباب لذلك بسبب طبعا دعم تركيا لحماس وطبعا انتقاد تركيا الاتفاق معاهدة السلام الذي طبعا لا يروق للولايات المتحدة وطبعا الممارسات التركية في شرقي المتوسط اذا ما فصلنا الرسائل اليوم استاذ اردمير هناك رسائل واضحة كانت من بومبيو ودعا حلف الناتو مباشرة الى تخفيف هذه التوترات بين اليونان وتركيا وقال لن نقبل شرخ في الناتو ومن ناحية اخرى ممكن نقل القاعدة العسكرية الى كريت هل هذا يعتبر فقط توتر ام ابعد من ذلك اصبحنا ابعد عن خط التوتر المعهود ربما اعتقد ان هذا لا ليس تكتيكا لخفض التصعيد بل هو ايضا هو استراتيجية لردع انقرة انه تحرك من اجل رفع حذر السلاحة على قبرس وطبعا يأتي في سياق تسويق او تعزيز موقع الولايات المتحدة في كريت وهذا يبعث برسالة واضحة لاردوغان من واشنطن التي تريد ان تقول انها لا تقبل تدخلات تركيا العسكرية في الدول المجاورة وطبعا كل المسائل الاخرى التي تضاف الى ذلك والتي هي سبب خلاف بين واشنطن وانكرة اعتقد اننا سوف نستمر برؤية عميق بالشراكة بين اليونان والولايات المتحدة وبين كبرس والولايات المتحدة واعتقد ان هذه الحركة كانت وراء او كان سببها قرار اردوغان بتراجع وبالانسحاب نوعا ما من الشرق الشرقي المتوسط في مرحلة ما وفي الايام المقبلة قد نرى عقوبات من الولايات المتحدة واوروبا التي قد تجبر اردوغان على تخفيف التصعيد بشكل جدي ويبدو ان الافعال هي اهم من الكلام عندما يتعلق الامر بتغيير مسار التركي في المنطقة هل يتوقع اي ردة فعل من انقرة خاصة ونحن نعرف ان قاعدة انجليك لطالما استخدمتها تركيا للضغط على الناتو اعتقد ان انقرة تعلم وتدرك انه مهما استثمرت الولايات المتحدة في قواعد اخرى انجليك تبقى قاعدة مهمة وانقرة سوف تستمر بالاستثمار في ذلك والاستفادة من هذه النقطة للضغط على الولايات المتحدة ولكن هناك محاولات لتفادي هذا الامر ولذلك الولايات المتحدة تقوم بتعزيز تعامنات مع شركاء اخرين في المنطقة سواء اليونان او كبرس او غيرها ويبدو على المدى المتوسط ان هناك سوف نرى تخفيق او اقل امكانية لاردوغان لاستخدام هذه القاعدة كمفتاح للمفاوضات او للضغط على الولايات المتحدة وهذا امر مهم جدا لان هناك خلافات عميقة متعلقة بالقطاع والمجال الامني سواء في سوريا او شرقي المتوسط او فيما يتعلق بشراء اس 400 المنظومة الدفاعية وهذا ايضا يبدو يبين عن مدى الخلاف بين الولايات المتحدة وانقرة في المساء المتعلقة بالامن وهنا يلعب دور وجود تركيا في الناتو دورا مهما ولذلك تحاول الولايات المتحدة تلعب على هذه النقطة وتعاون مع دول اخرى في المنطقة شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من واشنطن مدير برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ايكان الديمير شكرا جزيلا لك